النهاردة طبعا كنت مجهزة قصة مخصوص علشان الليلة عظيمة ليلة 27 رمضان الاحتمال كبير ان هي تكون ليلة القدر ليلة العمر اللي خير من 1000 شهر لكن للأسف خبر حزين صادم غير مصار مقدمة الحلقة للأسف رحل عنا واحد من اهم الشخصيات في العالم العربي واحد من اللي اسسه الاقتصاد الاسلامي الشيخ صالح كامل طبعا بعزي نفسي والامة الاسلامية وطبعا عيلته ومراته وولاده البقاء لله وان الله وان الله يراجعون ربنا ان شاء الله يصبركم ويسكنوا الفردوس الاعلى طبعا بالنيابة عني وعن أسرة البرنامج كله يهاب جلال وكل اللي شغالين في البرنامج وكل فريق عمل برنامجنا بنعزي في الشيخ صالح كامل وبنعزي عيلته وولاده البقاء لله وربنا يرحمه ورحمه واسعة طبعا الشيخ صالح كامل غني عن التعريف والدنيا كلها بتتكلم على اسهماته والخير اللي كان بيعمله لكن انا هتكلم عليه من الزاوية اللي انا تعملت معاه فيها في الارت شبكة راديو وتلفزيون العرب لانه طبعا الارت هي مدرسة اعلامية اتخرج فيها كل الاعلاميين الكبار طبعا الشيخ صالح كامل ومدام صفاء بالصعود كانوا على طول معينا ومنقبلهم بصفة ممتظمة وكنا الحقيقة بنتعامل في الارت كلنا كأننا عيلة الارت كل حد اشتغل فيها بعد كده هو دلوقتي موجود على الساحة الاعلامية في كل الوطن العربي كل حد فينا الحمد لله لي بصمة بفضل الارت انا عايزة بس احكي لكم موقف الشيخ صالح معي اللي انا بتعيله لحد النهاردة فيه انه سنة 2000 لما انا اخدت قرار الحجاب كنت انا قبلها مزيعة في قناة اي ارتي المنوعات واما اخدت قرار الحجاب كان سنة 2000 مفيش ولا مزيعة محجبة ولا مزيعة الفضائيات العربية محجبة فانا وقتها كتبت له رسالة انه انا هكمل بحجابي كمزيعة او تقبل الاستقالة بتاعتي بعدها الله يرحمه يعني هو رد علي بايميل كبير كده والايميل ده اتصور وتعلق في كل الاستوديوهات والمباني بتاعت الارت انه اول حاجة باركلي على الحجاب وقال ان الاصل في الاسلام للمرأة هو الحجاب وان انا سعيد وفخور بك جدا وبحجابك والف مبروك وانه انت لو عايزة تكملي في نفس القناة اللي هي اي ارتي المنوعات بحجابك تكملي لو عايزة وقتها كان ارتينز اللي هي للشباب والاطفال لو عايزة تروحي قناة ارتينز تروحي لو عايزة تروحي قناة اقرأ تروحي واي مزيعة في ال اي ارتي تتحجب تكمل شغلها عادي بالحجاب وطبعا مزيعة كتير بعدها اتحجبوا كلنا في مزين الشيخ صالح في ال اي ارتي ووقتها انا بقى اللي اخترت قناة اقرأ لانه طبعا قناة اقرأ كانت طبعا القناة الاسلامية اللي موجودة الوسطية الوحيدة اللي موجودة على الفضائيات وطبعا ليها بصمة كبيرة جدا جدا انا اخترت وقتها قناة اقرأ لانه سألت كل الشيوخ عمل المرأة حلال قالوا اه اه عمل المرأة حلال طب ما فيش ولا ست موجودة في قناة اقرأ بتشتغل ليه انا خدت ان هي ساعتها ان انا هشتغل في قناة اقرأ علشان بشغلي وبظهوري وبحجابي وبكلامي اثبت انه عمل المرأة حلال والحمد لله اشتغلت وزي ما قلتلكم بعدها اتحجب مزيعات كتير واشتغل مزيعات كتير في ال اي ارتي بالحجاب وفي كل بقى بعدها القنوات فان شاء الله احنا في مزان الشيخ صالح كامل الله يرحمه انا دايما كنت في كل موقف بفتكره وبدعيله في اللقاءات في الاعلام في التلفزيون في الصحافة ودايما كنت بدعيله وكان دايما بيوصله الكلام ده وكان بيوصل لي انه هو سعيد هو مدام صفاء ان انا على طول فكريا وعلى طول بدعيله والحقيقة انا كنت بعمل كده ومزلت وهفضل اعمل كده من كل قلبي الله يرحمه بجد ويخفر له وان شاء الله احنا كلنا نتجمع به ونقابله على خير يا رب فعليين وفي الفردوس الاعلى ومرة تانية البقاء لله والله يرحمه ويصبرنا ويصبر كل اهله وكل حبيبه وبالنيابة عن كل شبكة راديو وتلفزيون العرب الارت وكل زميلي اللي موجودين للوقتي على الساحة الفضائية والاعلامية في كل مكان في الوطن العربي احنا بنعزي في الشيخ صالح كامل وفي اسرته مشاهدينا اشوفكم بقى بعد الفوصل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة